اهلا بكم في برنامجنا فينا خير معانا حالة فريدة عن نوحة معانا حالة بتناشد كل إنسان طيب وكل إنسانة طيبة بتشاهد معانا حالة عنطر حالة عنطر قبل التصوير بيقولك أنا عايش عيشة غير أقدمية ليه عنطر بيقولك نفسي أشوف أولادي ليه عنطر بيقولك زوجتي سابتني وخدت أولادي سابتك ليه عنطر بيقولك سابتني عشان أنا معاك مش زنبي إن أنا معاك ربنا أختصاني بكده نفسنا بجد ننظر بجد للحالة دي الحالة دي بتناشد كل إنسان بيشاهدني تنظر لحالة عنطر عنطر ربنا كرم وجاب توكتوك الداين بربعين ألف جنيه قدر يسدد منهم عشرين ألف جنيه التوكتوك وقحته منه مقدرش يكمل حاليا الناس اشتكوه ولا قادر يدفع القصة التوكتوك ولا قادر يشتغل أصبعت بقت حياته بأسة زوجته سابت له لبيته ومشت نفسه شوف أولاده مش عارف يشوف أولاده أنا بناشد كل إنسان طيب وكل إنسانة طيبة بتشاهدني تنظر معانا للحالة دي الحالة دي بجد يا جماعة فريدة عن نوحها الحالة دي بجد حاولت تشتغل بس ظروف ما ساعدتهاش بس الإنسان المشاهد اللي بيشاهدني نقدر نساعده نقدر نقول له إحنا معاك يا عنطر هنقدر نسدد لك العشرين ألف جنيلة عليه إحنا هنصلح لك التوكتوك واشتغل إحنا هنقدر نركع لك أولادك إحنا هنقدر نرجع لك البسمة من جديد تعال مع بعضنا بجد ننظر للحالة دي نشوف عنطر عايشي إزاي وليه وبيقاسي من إيه وإيه الظروف اللي وقفة معاك مع بعضنا نشاهد مع بعض السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وشكلتك يا عبد وشكلتي إن أنا يعني وجدت على الدنيا معوق عاجز ومعنديش يأس والله العظيم عندي يأس أنا عندي أمل في ربنا كبير أول وفي أهل الخير تعبت في حياتي من العمليات عملت عمليات كتير والله العظيم عملت عمليات كتير المستشفى بها صرف علي يعني كنا يعني أسرة بسيطة عادين في بيت البيت أساسا ملك دول على ترع في برشو كان ليها فيه قوضة لما جيت أتجوز قبل ما تجوز حضرتك أنا عملت حادثة يعني كتت عاجز وكتت عامل عمليات أنا عملت حادثة حادثة دي قعدت خمس سنين أنا عادت في معاناة أكسل لله في معاناة معاناة كبيرة عملت البتر بعد ما عادت في معاناة مسامير نخاع وعملت صديد في رجلي رحت المستشفى ما بقتش يعني أنا ما بقتش طاية الألم والواجع اللي أنا فيه فروحت المستشفى شلولي المسامير النخاع فجيت بعد ما شلولي المسامير النخاع حطولي جبس في رجلي جات الصورة حضرتك قامت رحت المستشفى تاني كانوا محددين لعملية تاني رحت المستشفى ملقتش ده كاترة تمام فجيت طبعا بقيت أروح مستشفيات تانية رحت مستشفى الطوخ قالوا لي ما نقدرش نقبل حالتك رحت مستشفى القصر العيني قالوا لي ما نقدرش نقبل حالتك رحت مستشفى الهلال مستشفى الهلال استثماري حضرتك بالفلوس وانا اساسا من اسرة بسيطة يعني انا ممعيش فروحت مستشفى الهلال قالوا لي احنا ما نقدرش احنا هنا مستشفى يعني استثماري بتدفع مستشفى خاصة رحت الازع والتلفزيون حضرتك انا بقيت يعني في ناس ولاد حلال بقوا يشوفوني نفسهم يعالجوني ومش قادرين وجابوا لي جواب من جارت الجمهورية ودخلت مستشفى الهلال عملت فعل بطر وطلعت طبعا جيت اتجوز مدت ايدي لده ولده عشان خاطر اتزوج لدي ده كان امل ان انا شوفي يبقى لي ابن سنيد يطلع يسندني لان انا عاجز ومعوق طب لما اكبر فكان املي في ربنا سبحانه وتعالى وربنا ما خزرنيش بقى عندي ولد وبنت بقيت يعني مراتي بقى هنا يعني اشتغل شوية حد يساعدني شوية واللي بيساعد مرة يشكر والله العظيم يشكر والله هو اعلم بقى بظروف الناس ايه يعني اللي بقى يساعد شوية وما يساعدش تاني الله يبارك له برضو فطبعا مراتي من قطر المأساة وقطر يعني الظروف اللي انا فيها انا ولا بيت عارف جبت طبعا لوحة الدانت جبت توك توك تمام وقلت اشتغل عليه عشان اتحرك برضو وامل في ربنا كبير لان انا مش عايز ما بعيش على على حد مش عايز عايش على على حد ومش عايز اميد ايد الحد قصم بالله ما اعز اميد ايد قصم بالله العظيم انا معايز اميد ايد انا انا ازف كنت اسف اسف والله العظيم اسف بجد سامحوني سامحوني ازا كنت شايلتكم ومو مكنش عايز اشاهل عايلكم انا كنت عايز الدنيا تبقى بس ماشي واسدد زي ما كنت مسدد وعيش مش عارف اشوف عيالي عشان ما معايش واقسم بالله انا ممكن اروح لعيالي واشوفه بس الاصعب ان انا شوفه مجعاني بس الاصعب ان انا شوفه مجعاني مش مشكلة انا ازف سامحوني يا جماعة سامحوني عالكلام ده كان نفس ايدي انا شوفه كده حوالي وابقى عندي واجب له كله عايزه بس الاصعب اللي شوفه ابني وهو اجعاني يقولي يا ببن عايز حاجة وما قدرش اجيبهاها فانا حضرتك دلوقتي اللي بطلوبه من اهل الخير ببنا يبارك لكم ان اصد الدين اللي علي وان ارجع تاني اتحرق بمشروع باي حاجة واهل الفضل كتير انا اسف والله العظيم يا جماعة انا اسف اذا كنت اذا كنت بتطفل عليكم بس يا دي الحقيقة هو ده الواقع والله العظيم والله العظيم يا جماعة انا سبت السكن وبنام كمان في الشارع يا عنطر ده احنا المفروض ان احنا اللي قولك احنا اسفين وحقك علينا يا جماعة زي ما انتو شايفين يا جماعة ده احنا المفروض نقول له عنطر احنا اللي اسفين لك بجد اسفين لك بجد على دموعك اللي احنا بنشاهدها قدام منه اسفيل ليك بجد على قد اعاقتك وحد اتحديت الاعاقة بجد ده حنا المفروض نقولك حقك علينا حقك علينا بجد حقك علينا على الوقت والزمن اللي عمل فيك كده حقك علينا على زوجتك اللي سابتك حقك علينا انك انت مش عارف تشوف اولادك بجد كلنا بجد المفروض نقول لعنطر حقك علينا وتعال انتابع مع بعض تاني حقك علينا يا عنطر وانقول لك مرة واثنين حقك علينا بس صدقني هتشوف اولادك وصدقني انت انسان مؤمن ومحيد بالله واكيد في مشاهد كريم بيشاهدنا بالفعل مشاهد ده له حالك الدنيا يبارك لك انا والله العظيم تلاتة يعني نفسي يعني نفسي بجد انا عارف ان الدنيا فيها خير وعارف والله العظيم ان الناس في قلوبهم رحمة كتير والله العظيم وعارف ان مصر عمر الرحمة والخير ما هيدعوا منك لان دي مصر والله العظيم مصر اللي بتساعد اسم كل العرب مش هتساعد ولادها انا بقول ان ااسف عشان كده لان المفروض انا لو انا الدنيا كويسة معايا كنت ساعدت الناس وما نفسيش من ايدي الحال والله العظيم ما عايز من ايدي وما اقدرش امت ايدي لو هموت واحد ما بقدرش امت ايدي والله ما بقدر والله العظيم ما بعرف امت ايدي وبقدرش نفسك تشوف اولادك نفسي املي والامل الاكبر ان انا شوفهم في حالة كويسة مش نفسي اشوف اولادي نفسي شوفهم كويسين لو من بعيد مش نشكلة ان انا اخوهم في حالة المشكلة الاكبر ان انا شوفهم كويسين ان ما خافش عليهم من المستقبل انا لو مت مش مشكلة والله يا جماعة لو حد يطلب روحي ويعايش اولادي في عيشة كريمة والله العظيم ما هستخسرك والله ما بتكلم الكلام ده نفء ولا خداع والله العظيم يا جماعة انا مصلي قبل ما اجي ودعي ربنا وربنا ما بيخسرش حد ربنا كبير ربنا قاد والله العظيم يا جماعة الحقيقة اسف مش قادر اقول لي محتاج اسف اسف محتاج اللي كلنا والانسان المشاهد الكريم اللي بشاهدنا ده محتاج دعوتك محتاج بسمتك ربنا يبارك لك او استاذ سامحونا بتقول لي انا عليا دين عشرين الف جنيه وخايفة انحبس ايو الدين ده مسبب لك هم كبير يا عندك طبعا طبعا لازم الدين يسبب قلب طبعا 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 خدتك تكيبقى شغال تقدر تسدد كان نفسي والله العزيم كنت بسدد حتى الناس اصحاب التقطق اسألوهم لولهم لما عندك كان شغال كان بيسدد ولا لا والله العزيم هيقولك كان بيسدد بس لما بازم ما بقتش عارف ولا عارف اشتغل ولا عارف اشتغل